معكم في برنامج خاط احمر اه الحديث شيق مع سيلازهر. معنى في الاوف زي دار او اه كي ما تسمع وفي الاون في الاوف كيف كيف رو. معندو علش اه معندوش حتى مشكلة. اه به. اه سيلازهر اتكمل واصل لريزولمون بتاعك اللي انتي قتلي اتحب اه راس جدير تردو اه في اللي نارم اه اللي نارم انهو. احنا مش هنا مش الردو احنا. لا تحبو كتونس. اه طبعا احنا كتونس مع وزارة النقل وخاصة دول المعابر الحدودية راهي. دول المعابر الحدودية قاعد يعني يخنا في خدمة كبيرة برشا. الميكرو اه. اه وعندو مشروع. اه احنا اه جينا وكي ما قولو اه زدنا اه جزء اللي هو الجزء التجاري الجزء اللي هو. عملتو انكوش بالفوق. بالضبط. اه. هو دول المعابر الحدودية يخدم كمعابر. احنا قاعدين نزيدو الكوش. داكور داكور. على اساس التموقع بتاعنا. التموقع يعني اولا الجيو جيو جيو استراتيجي بتاعنا. عنا موقع. اه مش نعطيك حاجة مواجد. من ويب التفريق يا رو. شوف. البورت كونتناير وقت اللي يخرج من اه من قناة سويس. ايه من مصر. من مصر. قناة سويس. لانو البورت كونتناير يجيو من ااسيا. من ااسيا يتعديو مغاديو بليكاتور. بس. كونتناير وقت اللي يوصل للسواحل التونسية. بش يمشي للسواحل الاخرى المغاربية. بش يزيدو عشر ايام وخمسة شنيون. اه. يعني احنا بش يلقانا احنا بينصيرو بش يلقى مصراتا قدامو. اه. لكن مصراتا بش يرجع. اللوتا. اللوتا مصراتا واحنا الفوق اه. اه. اذا احنا اه هوني كابل قادرين انو بش نعملو ال الربط. اه. كبلتفورم وهي تاريخنا يقول لنا اللي تونس كلها بلاتفورم. اه. مبين اوروبا لانو اوروبا ما عندهاش خيار اخر. رغم اللي الدراسة اللي حبوا يعملو. انا حتى مالتا ويطاليا واليونان ما ينجموشي. شا دخل لفريقيا وخاصة للدول هدو ما. يزيد عادة اي احنا اي مصراتا اي. هادا هو. اه. مصراتا بش تعمل ب بورت او لي? مصراتا عندها بورت. عندها منطقة حرة مهولة كبيرة جدا. لا باقي رات سخيرة وغلطين. رات مكانش قبل. مكانش قبل. مهم. هداي حاجة جديدة. انا وقت نحكيه مع الاشقاء في ليبيا يقول لك نمشي معظم الافريقيا. سمحك وعنكم شي معلومة وقتاش اه بورتن في ذا اه يسيدي يحطولو حجر الاساسي. اه. معنش. معتيني هذي انا هذي بقى. على مستوى. مش وقتاش يخدم. وقتاش يحطو البلاك. انا معنش فكرة. دونك ماذا كل تخاع تخدم في خدمة هي دونسي. معنى دون لابسولو. لا انا. مان حد فكتور اللي همو مش موجودين. لا. لا فكتور موجودين خطر احنا قاعدين نصدروا نصدروا الليبيا والافريقيا كيما قوت لك. دونك انتي ماخو ما اخو له فكتور راس جديد برك. مكش ماخو برط الفيضة مش حطو في الحسابات تاعك. برطن في ذاك كيما قلت انتي سيري سير لغاتو. هذاك بش ععطينا بعد اخر. اه. استراتيجي اخر. اه. برطن في ذا بش يولي نخدم. دونك انتي تقول تخدم كان على. انا نخدم البر. يعني بر. اما مش مولي مع البحر. بش تولي تخدم الاز. وعندي متساف زاد عندي ميناء قريب برشة اللي وزادهو ميناجر جيس. ميناجر جيس عنده انبوتانسيال كبير برشة. يخدم زاد اذك. ميناجر جيس عنده انبوتانسيال كبير برشة. ينجم طبعا يكون احد المنافذ. اه. اللي هي تربط افريقيا اللي هي اللي ما عندها السواحل. مع ليبيا وللعالم الكل. يعني لانه من غاديك ينجم يمشي. وقاعدين استغلوا فيه طبو بر جيس. بر جيس جزئيا يعني فما منطقة حرة قاعدة تخدم لكن جزئيا طبعا يعني فما مسائل فنية وتقنية تهم وزارة النقل. الحقيقة انا ما عنديش عليها فكرة. سيئلات الاندي لك سوية. ماتيكا بش يدخل ايه طلعوا ماتا اللي بيه طاوه ولا تونسه بالكماين تاحم يمشي ويبيعوا السلاح انتاح. مشنو بش يرجعوا بش 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 يرجعوا بش عادي ميجعوش فرغين خطي يزم يرجعوا. مشنو السلاح انت على البلدين اذن اه اللي تدخلتون سي. لنجم ونسحقوهم. والله هذاي هو اللي سنفيه سؤال اللي مهم جدا. يا رجل يا رجل يا رجل. بتبقى مزيل فمسل اخرين ربا. شوف. احنا احنا وهذاي هو اللي الخطأ المنهجي اللي في السنوات الفارطة. اننا نمشيه الافريقي وحتى الاشقاءنا جيلان نزوس. نحبهم بيعلوم نحبش نشلو من عندهم. وهذاي خطأ. اذا تحب انتي في مقاربة متاع التموقع في سلاسل القيمة. اللي اقول انت بتاعه. بطبيعة. خطر هو الخمس لحده زيب. بطبيعة. خطر مشيش يمشي معده يروح فارغ زياده وميس خلصوش. يولي بالنسبة. خطر هو سين ترونسبورتور. التموقع في سلاسل القيمة هو انه فما العديد من المنتجات الاولية ونصف مصنع. اللي قادرة انها تغذي جهاز الانتاج فيترونس. حاجة اخرى ذاي بيربط بالتغيرات المناخية. عنا بعض الصناعات الغذائية بفاعل تغيرات المناخية هي ستنتثر. اه المعامل نقضه نتفرجه فيه ومه بيخدموا بالموات الاولية الجاية من الفريقية. مم. اهو نعطيك اكزا بنعطيك مثال بسيط جدا هنا احنا. لا يجو من افريقيا يما يتعدى وقبل على سويسرا على ايطاليا على فرانسا. هو قلك يجيبهم توابش يجيبهم. يجيب مباشرة. يجيب مباشرة. هو بشي حاولونتك. احنا انا دائما نعطيك مثال انا دائما نخو مثال هولندا. هولندا اكبر مصدر في العالم متاع جي دورانش. هيك اولا. اه هولندا تنتج للبورتغين بتنتج. لكن اكبر مصدر في اوروبا هو الثاني في العالم بعد امريكا. علش? خاطر جيبوا البرتغين ويصنعوا في اه يردوه جي ويردوها غبرة. هي احنا في باسا افك الافريك. اه. اذا انا عندي المونك. ونربح الماء. وفلوس عندي مشكة ماء. نربح الماء. هم عندهم الماء. نولي نوجه الماء في شيء اخر. اي نولي نوجه الماء في شيء رخيح. اه. اذا عندي امكانية كبيرة برشا. فمهامش كبير انه التموقع متاعي في سلاسل القيمة. حاجة اخر. من الاهدف انت عزيكاف نرجع. اه. اميلا عمت عزيكاف اكد الحاجة مهمة. انه في اه الفين وخمسة وثلاثين. عندهم استراتيجي بشي عملوا اول سيارة. قدش تفهم من دولة خلنطحو السيدة للمستمعين قدش توهم دولة في ازيكاف. اه. اربة وخمسين دولة. اه. اما دولة مزالة ما اه. هي اه اريتريا اما اه قريبا مشواليو يعني كل القارة. القارة الافريقية اه. افريقية. اه. يقول لك احنا بالنسبة لنا في افق الفين وخمسة وثلاثين بش نعملوا اول سيارة مية في المية افريقي. صناع افريقي. اه. لكن كيفيش عملنا قواعد المنشا? عملنا مبدأ ما يسمى بمبدأ تراكم المنشا. مبدأ تراكم المنشا يخلنا مصلحتنا التونسي. كيف يصير? مش معناه? معناه انا بالنسبة ليا عندي اه عندي اه اه كومبوزانت وتومبيل هو مصناعة تونسية. هكا ولا? اه. وعلى فكرة نخدم مع القطاع الخاص. نائبة رئيس الكونفيدرالية الافريقية لمصنعي سيارات مصنعي هي تونسية. خلحة. هي تونسية. يعني اه نخدمه مع زليكاف والحكومات نخدم مع القطاع الخاص. مش نعملوا قواعد منشا تخدم المصلحة الاستراتيجية هذه وتموقع الدول في سلاسل القيمة. اه. اذا نحب نعمل سيارة افريقية. حسب التكنولوجيا الكل. احنا عنا مكان وما مكان وما ويز في هذي. ما انا بش نقابل ستها في السيارة بش نقابل ستها عشرة خمسة عشر في المية. مش نقابل ستها. وهذا يعليش انه حتى الدول اللي الوازنة في افريقيا. مه. اللي قادرة وعندها يعني صناعة في المجال هذي. مه. تمشي في المبدأ هذي انتع تراكم المنشي. مه. وتراكم المنشي خلينا انه في الافق تقريب هذي بش نصده الى صناعة سيارة افريقية. واحد. وهذه قطاع. بالنسبة لقطاع صناعات آآ صناعات الغذائية. طبعا يعني يعني فم مسألة كبيرة قاعدة تطرح مع مع الحرب الروسية الاوكرانية هي الامن الغذائي. راهي الامن الغذائي بين الدول الافريقية هذي يعني ما عادش خيار. لكن هو يجز بيكون تواجه استراتيجي. سمحني انت بشتقل القمح في افريقيا. موجود. القمح عنا احنا. موجود. موجود. لا لا مانا نسأل فيه هنا. كيقول لي وهكا. مانا بشتقل القمح في افريقيا. موجود. كيف يسرى؟ عليش عمورنا ما جبنا القمح من افريقيا. لكن اخذر لي شوفي. القمح فما دول قاعدة تصنع فيه ما هيش بال. وفما عنا العوائق بنرجع العوائق اللوجيستي. اه. انتي بشتجيب سلعة من افريقيا. اه. ولا بشتوصل سلعة قداش توقعك. اذا كان عالبر اه ولا بطيارة. اه سلعة مانا بتحكي انتي. ايش بالطيارة. احنا نحكيه بابر. بابر. بابر بشعم ترونس بوردومون واحدة. اه خمسة واربعين يوم. اه? اه خمسة واربعين يوم سيونتي ايكوناميك في التجارة الدولية. بطبيعة. خاطر انتي من شنغاي. نجم البابور يصلك لهنا في اه في اه في اه. فانقول ثمونتاشين يوم. عشرين يوم. اه. عشرين يوم. وانتي في القارة متاعك بحديك تاخو خمسة واربعين يوم. الخاطرك يلزم السلعة متاعك تقود ملوحة في مرسيليو في ببرسلون. نعادش. اه. اه. وانتي التعطيل على خطر ترونس بوردومون على مرسيليو التعطيل خطر اثنية في فريقة تعطل. انتي التعطيل وين يجي. التعطيل البورد. النقل البحري ما عندكش يعني خطوط انتي. صحيح. انها تكون واحدة. والخطوط هذية في كل حالات بيش تكون يعني اطول. انتي بيش تمشي. بيش تمشي مثلا البركينافاس. بيش تمشي البركينافاس وبيش تعدى على دولها ولا على تيماء. اه. اللي هما موانئ افريقيهم بعد يصير بالكميون توصيلهم للباماكو. اه. واحد. هذي الوضعية دي الاعدان اني مشي لها بالبر ارخصي. خاطر البر ارخص برشة من النقل البر ارخص برشة. انتي توى اه اه وصلتنا المخ الهدرة. اللي فيه الحلول وانتعدى والمخ الهدرة. مخ الهدرة. مخ الهدرة انتي بديت شوية في المخ الهدرة مي حكا بطريقة غير واحد. الحلول اللي تقترحها انتي توى ولي بتقترحها الوزارة لتطوير التصدير. والعجز التجاري بتاعنا يزمر وينقص. صحيح. خاطر عنا عجز كبير. صحيح. انتم كوزارة واللي من مهمة متاعكم ابرت تجارة وهذا كل ما هو داخل اذا كبنحكيوش عليا خاطر مش موضوعنا اليوم. انتي في التصدير كتجارة او كوزارة تجارة شنو الحلول اللي تقترحها وشنو ما الحاجات اللي قاعدة مع تلتك لفراع بش ما تقدمش حلول متاعك. خاطر هذي همنا خاطر تحبو نوصلول الرأي العام. صحيح. احنا اول شيء اهم شيء بالنسبة للحلول متاعنا انه المقاربة انتا عنا تكون مقاربة استراتيجية مش حينية. لانه المقاربة القديمة كانت انه العجز التجاري. سبعني فما كورتير موين تيرم ولون تيرم ولا ساعة ديجا ما غادي. كورتير مش نوه? عاتيني كورتير. كورتير احنا نسميه كوي كوين. زانه هما يعني الحاجات اللي قادرة انها تخلق اه موجة ايجابية وقادرة انها تعطي ثيقة اكثر للمصدرين بما بما انه فما يعني اه هياكل. هو كيفاش? اول شيء احنا باش نواصلوا في في دعم التصدير في طريقته الحالية يعني. نبديو ساعة بثين وخمسين اي? لا الفصل. لا لا نبديو ثين وخمسين ناحيه. لا انا اتكلمت مش انتي. منقلتش انتي انا انا. نبديو اذكره به. اذا يعني تقييمه كل يعني بشي. لا لا انا اتكلمت مش انتي ما انا انا قلت انا حسب رأيي لنحيو ثين وخمسين اي? موناتي حل زدان اي? طب. صحيح. احنا بالنسبة لنا اول شيء. يلزمنا نواصلوا دعم المصدرين الحاليين وخاصة المصدرين تاع الشباب اللي هما قاعدين عنا العديد من البراج. صحيح. اللي قاعدين نعم عاملين فيها مثلا نقاعدين عاملين برناها جنتعلي. في اه قطاعات مهمة جدا. دي كونسورسيوم ايه. ايه. اللي هما عنهم الكاركتير اللي هو المحلي. بتبع. بتبع. هذي النتائج الايجابية تخلي انو نسخلين. لانو احنا بش نوصلوا كما قال السيشاكيد. بش نوصلوا تسعة الاف وعشرة الاف مصدر قادرين نوصلوا لهم. هو را والله نجمه نقضه حتى في ستة الاف. اما اه تكثر القيمة بتاع التصدير اللي يهمني اكثر. 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 ما يتقلقنيش برشا. احنا. عاتيني المبلغ ييولي واندي كترة شيفر تقولها صدرنا بعشرين مليون دولار. وعندك اه زود شركات. وتنجم عندك خمسة الاف شركة وتصدر مليون دولار برث. انا مشكلتي القيمة اكثر من اول شيء اول شيء نحب نظمنه استدامة التصدير. نعم. انو الانسان اللي يصدر اليوم يزم يبقى دائما يصدر. يبقى دائما نسهلوله بش يبقى الاستدامة عملية التصدير حاجة مهمة جدا لانو اه الشركة اللي تصدر. هل هو الاليات عندك اللي هدا? هو الاليات اهم اه اللي عنه اول شيء الشركة يزم يزم تشوف اللي يفمه اسواق اخرى. اه. اذا فما عندك كبيرة وفما عندك تقول الى كونجنكتور انترنسيونال اللي. راهي فما مناطق اخرى قادرة انها تستوعب المنتجات متاعك. اه. هذي اهم شيء. نوصلوله المعلومة نقولوله راهي فما امكانية انك تصدر. وانك تحقق ارباح وانك اه اه تحقق استدامة عملية التصدير. الاسواق صحيح قاعدين نشوفه في كونجنكتور انترنسيونال ديفيسيل نوتاما في اسواقنا التقليدية. اه. الكونجنكتور انترنسيونال ما هيش كلها ديفيسيل بارتو دون الموند. اه. مثلا سكيه سكيه كومان بارتو دون الموند يونا رماركيه مام سا ان افريك. سكو الانفلسيون. الانفلسيون ستن فنومان انترنسيونال. اه. الانفلسيون دون تو بارتو دون الموند. حتى جيران ننشوفه يعني ايا. لكن بالنسبة للطلب على المنتجات متاعنا اللي هي المنتجات الاستهلاكية. فما طلب في الاسواق الجديدة. اه. والطلب هذي قادر انو يتطور. والمهم انو نوصله للمعلومة. ثاني شي نقدره نواصلو بال بال بالاسياسة الدعم التصدير الحالية لكن باش نطورها بفعل انو. مربطو الدعم للتصدير بالنتاجاش. مش انسان يعني مثلا نعطيك مثال قاعد يشارك. خمسة سنية في نفس المعرض ونشوفه الصدرات نتعوم هيش قاعد يتطور نقول له اش قاعد تعمل اس ابت. قاعد ماشي جاي وتخه في الطيارة وتخه لا. احنا احبو فيما جيلي شديد قادر. انو قادر انه ياخدو المكان هزاك ويطول. بش نربطو عملية الدعم التصدير بالنتائج المحق. سمحني مثلا عندك انا جيكسبورت اه اللي هم في محتفل الرجلتية خاطر يز ملقاعة ويحط. اه. ونعطيه هنا لطيارة بشيز ويبيعو هو بسنكونة فوالو بري. اه. ونزيد ندعم وانا ليه. شوف. فانتش نقصدو لنفهم. فانتش نقصدو لنفهم. مانا فاما هو موجود. هو هلم فيه من الملقاعة. ويصدروا البلدان اللي سومو غالي برشا. دونك اينا نعطي فيه في الدصدير ويش? صحيح? هدي صحيح? هدي احنا ذاك عليش باش نخمو قيمة مضافة? شنو القيمة المضافة لعملها? راي القيمة المضافة. راي القيمة المضافة. بس حق السيارة تكزيد ياخذها من الفوق. علينا. تشوف القيمة المضافة تتحقق في زيز حواج مهمية. فما القيمة المضافة على مستوى التحويل. وفما القيمة المضافة على مستوى البراندينج اللي هما الطابع التجاري البحر. واضح. يزمنا نخلقه ماركات قادرة انها تكون وهي تكون يعني تكون بالنسبة الامبرولة الكبيرة اللي هي يعني اللي هي تونس ميدن تونيزيا. هو زادة شنو المجهود دري عامل? وذك هو اللي بش يتواجه. انك انتي تخدم على البراندينج. هذي هو معني مهم جدا بالنسبة للتصدير. هذي تقريبا ان الرفورم اللي بش نحاولوا اول شي نحبوا ناس تحقق في التصدير. ميجيش يعني منتج ويصدروا على حالة. اه اي حقق قيمة مدافرة. تحكي انت يوم بلع جود دنيا ايه. بطبيعة. هذي هو. وحاجة اخر. قيمة اكتر ايه. بطبيعة. اذا انت انسان قاعد اه زيت يصدر فيه زيت انفراك. ايش نو القيمة المدافرة متاع? ماش قيمة المدافرة. مو خطي نابالي مويان كان انت زيت تفوت وفر له بش يعمل امور. لا لا مش نوفر له. الخاطر استمر شي. كما قال لك هو طو عنده فلاح بوك اللي اعمل زيته بش يعملك زيته في دبوزة وبش يعمل مو زيته سهل. لا ذاك سهل استثمار رونتابل يعمل. شوف شوف. انا انا الحاجة المهمة جدا نرجع لهنا انا قيمة شركات تجارة دولية انا ما لدخلت يعني في الوزارة من اهم القطاعات اللي دفعت عليه. شركات تجارة دولية هي توا مثلا ناخده بلدين كما اليابان بلاد كما الهند بلاد كما المكسيك. مم. شركات تجارة دولية تمثل خمسة سبعين في المية من التجارة الخارجية لدول هذي. واضح. لانه علاش التجارة الخارجية. التجارة دولية مهنة. انتي اخدم في التصنيع متاعك. في الامتاج متاعك. وخلي يشكون. ومشي يكسبورتي برك. لانه زيته نرجعه لكلام اه لكلام التجار متاعنا. انت عقبل تجار الجرابة الكبار. شي قولك. الربح في الشراء. زيته بارفواء ونرمارك ونيدي مروزة. اهلموا بعضكم بش تشريوا. بطبيعة شركات التجارة الدولية. سحي. قادرة انها توفر لك. قادرة انها توفر لك مدخلات. كي تشري مبارا يبدأ ارخص. بي. وانتي تحس ان القدرة تنافسية متاعك. بي. سي اه شاكيب. الحلول عندك ترى مينوتين. اولا. اولا نيزم يكون عندك حاجة اللي بش تصدرها. مثلا كنا حكيوا على الصناعة 13 سنة التالي كانت الصناعة تمثل 20% متاع الناتج الخامة التونسي. اليوم تمثل 15%. دونك فما انتاع الاقتصاد التونسي. الخمسة في المية وين مشيه? والله يكلم شاو اي تي وتكنولوجيه تجدد نفهمها. احنا حلول تواشك. اولا نعاود و راجع الدعم للصناعة. الفودك يعاود يرجع يخدم على روحه باش الصناعة متاعنا تعاود ترجع تولي اه تنافسية وتكمل. هادي الحاجة الاولى. الحاجة الثانية يكون اه احنا شعملنا العشرة سنة جبنت على الخ ضت وهو منعرفش كيفاش الحاجة متاعه وتنجم تكون واضح. دونك اولا يتناحة ه insideيك. الحاجة الثالثة حاطة اللي عملناها في هالعشرة سنين алеخرة هو اللي قبل كان كل واحد يصدر ليخلش ادئات على الا السلعة المصدرة. سحيح. سحيح اللي يلزم نكبره في الباز والناس الكل يخلص ويتسترا استغلا. اما في الوضعية الحالية متاع اليوم وضعية تونس اليوم اللي عنا مشكلة في الدوفيز وصرفة ستغاء حشنا بالتصدير. خلينا نعملو نعودو رجعو هيك الاعفاء على التصدير لمدة معينة. نجمو كلو خمسة ستة سبعة سنين حتى لين. ما نتحب لبت تستكرش انتي دهو. نحب اعطون فانعتيك ما نحبو الارقاف. لا مو انا زادا نجيوب ونقولك زادا تحب لعبيت زي تستكرش. لا بوش. لا لعبيت قادم. لا قادم. لا قادم. لا نعتي فما ناس تحكي اللغة هاوي. نوصل. ميزانية كيف نعمل. عجل في الميزانية قطانعتيك. ممنوع على المستوى الدولي ممنوع قاعدتها في سيفونسيون وهي ممنوع على مستوى الو ام سي وعنا مستوى التفاقليات كثيرا. موقع لنا وقتا ليست تقريز و القافية ايكزيجية طالعت ماش صحيح. ممنوع على مستوى الدولي ممنوع. ماش ممنوعه? سيد لسيفونسيون. ما نشكيب نتوى في الراديو. خليني هنا نقولك ماش ممنوعه. مبعد نحكيه. ونجمو نتفاهمو مع شركائنا اللي سي بروفيزوار خمس ستة سنين حتى لنا ترجع تونس كي ما كنت قبل. انا نعطيك ارقام. ما كنا ارقام عمنا ولكنا مئة وثلاثة وعشرين يوم استيراد. في النهار كمال يوم. في اليوم تلاثة وتسعين يوم. يكمل هكيك. اضرب على المؤسد. اضرب على المصدرين. زيدهم فصل ثلاثين وخمسين. نحيلهم الاكسبورتازون. وشوف كيفاش مبعد منا فلوس بتجيب. مانا انت. مانا انت تقارن كيفاش الريزير فوندوفيز متاعنا بالفصل ثلاثين وخمسين وبلاش الطاحت مش زادت اذا تحب تخولين. لا لا مش مين فىتين وخمسين لا. لا لا لا. مانا بحجنت اخرى. انا احنا اش ناخد في. احنا احنا اش ناخده في الإقتصاد. دينار واقف. سيح. العكس الناس الفيرين اللي دينار بتاعهم والعملا بتاعهم طاحت. اوكي. اخرله هكك. اضربوهم مش شركات. ات رائي. ما عطة جمعلي فاتت برنامج اه استراتيجي كاملت عملت على اه تموقع سيبيكس. ام. غووزيسون مان استراتيجيك دي سيبيكس. ترفق ليش بديت هالدراسة هده يوداتينا حلول 2016 ياشا كي بدينا حلول يوداتينا حلول فعلها هالدراسة هده ما تحطهش في القجر هتقعد 6 سنين خرجها من القجر وطبقها حاجة ثالثة حاجة ثالثة صارت دراسة زادة كيف كيف على الفوبروديكس كيف كيف واحد وعملها مكتب 100 مليار ليه مش على المونتان على وين يمشيو فلوس السيبكس فلوس الفوبروديكس وين يمشيو يا نكملو هكي ستجول للممتادر ويمتادر ويمتادر يا عنا وعلى شخصة بعض عملت الدراسة ونس كل موفقين عليها ونحطوه لا في هذه نوفقو فيها طبقها لا سانا مناعش نصش فيه اما نعتيك الفكرة اللي عندي انا بالنسبة لأي نعاونتك مرة ثنين مش نعاون لكل ديمة طبنا نعاون لغيرك يزي كل محتوط في الدراسة كل محتوط في الدراسة نص امر حاضر خرج قولها خرج والحاجة الرابعة رابع ايه حاجة رابعة استراتيجية نطلب حاجة بركة اللي يكون فما تشارك بين دعملها هاي سناني سناني ستوراو اللي يهمني اكثر التنسيق بين الوزرات ريت تتحكيه في كله الكل وبره حطه في البوبيل وسكر عليه لأ بيسير اذا كانت تنكو مسحوش الوزار لا 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 يعود يرجع سامحني على خاطرك اذا كان في مجلس وزاري مسحكش على هذا ريت لحكيتو كله تشرب كاسماء تشرب عرقك وتعود تراوحة لروحك تفضل سيمورال بيه انا ننطلق من الفكرة هذي ونجد نعقب عليها اه انا نسيحتي انه نعملوا تطوير نقل جوي للبضاقة عليش خاطر الفكرة بيه يا ياسر متاع الكوريدور فيه اربعة خمسة وزارات لحفتها كم التقعات اربعة خمسة وزارات مش يدخلوا فيها على القليلة وان شاء الله يصير ومع ماء مش يصير بعد بضع السنوات وليهذا خطوله منطوة هاي الياسر بيه يا طوة انا مصدر وصدر ولا نحب نعمل باش نعبيه منطوة نجم نعمل نقل جوي ع البلدان هذوما اللي هما فيهم مطارات مانا انتي تعمل شركة انتي تعمل شركة نقل جوي ايه سمى شركات ايه نعاونهم ندعم تدعم ولا نمجه ليه نمجه ثم ناس ندعم الموجود ونزيد نعاون ونزيد نحل لشركة اخرى نقل بضاعة مش في السود ايه وفيك اقينابلاسا نقل بضاع على خاطر رأو على سلعة البضاعة التركية تمشي لبلدان هذية بالنقل بالنقل الجوي للبضاعة تمشيشي بالبابور خاطر رأور اغلى من السلعة تنصية ولتمشي بالنقل الجوي لا تراك رأو يختم بالنقل الجوي للبضاعة نحن عليش ملموش النقل الجوي ايه نحن فم مشاركة خاصة تعمل هذية ولكن نعطلو فيها تفضل به ولهذا وقتك تعمل تحفيز للنقل الجوي للبضاعة ستحضر انتي السلعة اللي بيجتهزك بتحضر البنية تحتي اللي بنحكيو عليها ثاني حاجة تقديم تحفيز هذية البرامج تحفيز اللي عم تصارت في السباكس وفو بروديكس وكل ماذا بيه نعملو التقييم اه نعملو عليش خاطرين نلقى فهمه وزارات اخرى قاعد تعملنا في التقييم وزارة مالية تقييم كان مالي بالنظر بالنظر الكنتروليور الفيسكال ما تفهم كيفه يصيلي هما عندهم حق يخطروا خطروا هما يصرفوا في الفلوس يقول لكذاك نحن نلموا في الفلوس ويتصرفوا اما عطيني التقييم عملي ومهني قولنا عملت هل قداش من شركة استنفعت وقداش وصنا وفهم حساة ديروتون بيجي وبعد سامحني بلا مقصاليك هنا فهم موديل تري سامب دراي au niveau de fonds de beur de fonds international 1 dinar de soutien minimum بيزم جيلوك 10 dinar تكسبور يعطيك صح ساسة راسيو international هايليس نحن ماذا بينا ان الوزارة متاعنا نحكيو هوني كمصدرين معي يقول لك وعطيني تقييم عملي متاعي متاع وزارتي اللي هي تفهم فيش معناتها التصدير وهي عصارفها الفلوس وعبادها ولادها مجندين شعامنوا التصدير يعملوا حاجة يدافع وتولي انا ندافع على البرامج متاعي وحتى كيف نطورهم نطورهم نحسن المساندة ونحسن في البرامج متاعي حسن مشنو يزن تفعيل معاهدات الاستثمار والضريبة هوني هوني عندما بينا الوزارة تقف مع مجمع خاطرنا ويحمل الناس كمصدر خدمات ما عايش نمشي لبدان افريقي خاطر نمشي نخلي الفلوس داعي غاديك اهرى خاطرنا غاديك رحولي عشين في المية ومحن نشي لا كونفونسان دون دوب لا موجود ولا كان مش موجودة مش منفاعلة ولا هذا الوش ماشي نخط مجع في رأس يا نخلي عائلتي قاد ماشي مجع في رأس خلي قاعد هوني ماشي لازم فلوس بول عليها فمتن؟ داع كل ما كل ما ما تفعش سمحني في كلمة ولي هذا ولي هذا معتها كان ثم هوني كان تحبه الشركات الشركات الانفورماتيك شركات الخدمات تمشي للبلدان هذية يلزم الشركات هذية ثم تكون ثم كما لعدم ثم هوني المعاهدات الضريبية والاستثمارية وتقولنا دولة تدويل الشركات خاطر نخدمو عليها كانوا معنا أنا حسبت حبيت نحسب فما زوس لازة بولدان معنا معهم وفيما معاهدات غير مفاعلة كما قلت انت احنا توقع دي نعمل في المعاهدات خاطر هذي كان طلب من المهنة لانو هذي الافنتاج وقت نعملو كان طلب وقع دي نعمل في المعاهدات مع زمانين في وزارة المالية بش نفعلو الموجودين بش نعملو في دي نعملو بش نعملو بش نعملو بش نعملو بش نعملو تصديق الكلام كان شنو يهمني يهمني انو تونس تطلع رابحة في الافار بش نعملو هدف نعملوش نحنا نضيعو في وقتنا بش نقول تونس مانيش نحكي عالإدارة الدولة عبادوش خاص نحكي عالتوانسة الحداشن مليون تونسي نحبو مو ويطلعوا لابحين في الافار وهي الادارة تخدم فيها المفروض تخدم في روح المفروض مانيش نحكي عالى سيلازر اللي هو ممكن شاذ ولا يقصوا عليه مانيش مش شاذ عدو هو شاذ لا معناها هو الحالة الحالة الشاذ لا تقصوا عليها وانت ومراك اليوم تتكلموا في كلام مش باه لا لا بالعقل شاذ معناها في السرب بالكل وانشاء الله يمشيوا على منويل انشاء الله نقاو الشاذين كيفو برش في الادارة اي 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 اذا كان حبو تونس تربح شمعناها ما هاش رهي الدولة ولا الحكومة ولا الادارة حلول اللي هي بش تمشي تصدر به حلول دونك مش نقول الحل اولا لازمنا تحرير المبادرة شمعناها تنقول تحرير المبادرة هيك القيود اللي حطيناهم في كرس شروط بش تولي انت اكسبورتاتور خمسمائة تلف صدر لك وجاب لك وربح يعطيه الصحة وتونس طلعت رابح اثنين الفصل هذي في فصل اثنين وخمسين هكو اللي بربي يرحم وديكم خاطر احنا في تونس نقولوا عننا 50 مليار على اوروبا ديجا وزيت مالي بدت تحسب قداش بتقبض فلوس عليهم هو ما زل ما صدرش مع ملحة شي احنا ديجا في القانون قل كه هذو منزل نخذ عليهم عشين في المائة اه ايه دنك ما صارو عشرة اه عشرة في المائة نهارة اللي ما يسيروش قلو اه حسبناهم ما جاوش اه عنا مشكلة في البيجي ام ريت كيفاش والطريقة للتفكير هذية اش تعمل يقسم قبل ما هو قبل ما قبل ما كلمة حلوة يقسم عملوا على التصدير الميتون كيم عملوا على التصدير الرمل رملكوا قفصي رملكوا قفصي رملكوا قفصي ريت كنقول لك معناها القمحة ما زلت ما طلعتش نزلت خضرة هو مشكلة قبل ما تطلع دونك شا عملنا في الاخن بعد نقوموا نتباكيو ندوروا اه نزيدوا تاكس وزيدوا درشنو راهوا التصدير والتجارة راهوا هذكا هو البديل الحقيقي خليهم يربحوا يدخلوا برشا فلوس يخدم حتى ان شاء الله بمئة الف يبدأ نهارة يولي دور الدولة وكل شيء اثنين هذي حاجة ما ندخلش سلعة لتونس مش نعود تصدرها راهوا هذي حيتدربك علش اه تحكي على تزاير انت بش تعدى تزاير وليه بيقول يتحب انت يودي شيء مشكلتك هذي موجودة موجود هو ترانزيت موجود لكن ثم السلعة ممنوعة لا بطبيع الممنوعة معروف لكن احنا في كل حالات الترانزيت اللي قاعد يصير موجود في تونس وقاعد يخدم ومش نعمل حتى اتفاقية على مستواز لك فعلى لا تحب تجيب انت زيت اسبان يوري دخلوا تونس تعاووا تخرجوا لفريقيا لا لازم تخدم لا 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 ما تتعداش ورح وهذه حيتدربك على خاطر في عوضة احنا نربحوا عليهم هما نقطة الاخرة زادة مهمة وفي الوقت ايما خليت ليش وقت لا لا اقل الايمان حتى كان ما تحبوش وتخليو الناس اقل من ما نعطلوش ايه كما قالت سي مراد الطيران اي الذي نحي رخص اللي يحب يشري طيارة وهزل الفريقيا كل مبروك عليك خلن بدأ وطوى تود سويت ايه هريتم ماذوكم شغل واداءات وواحد ومعاليم التونس من بعد سينا زهر يعطيك الصحة وشكرا على تلبية كالدعوة يعطيك الصحة وكانت حسا ممتعة بالله يفهم حاجة مهمة جدا من الوقت لا باش نكلمة التصدير غير المباشر اي التصدير غير المباشر اي اي رأي عنا توريس خاعدين يجيون نجيون في ستة ملايين مو بش خاعدين يشير وحد شي من تونس صحيح التصدير غير المباشر دي تاكس الفانتون دي تاكس اه شكيب ياتيك الصحة اه مراد عدنان حاجة برك نزيدوا نعودوا نقول نسقوا يا وزارات بنا تبعادكم رأيو الخدمة ما تجيش كل واحد وحده رأيو زمكم ما بعادكم تقعدوا على طاولة بش يخرج موعدنا سبت المقبل مسلحة تونس بسير مسلحة العبير موعدنا سبت المقبل ان شاء الله ربي احفظ تونس امين